وفقت حكومة الحرب الإسرائيلية على استئناف المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس لإطلاق صراح المحتجزين وبحسب مصادر إسرائيلية تسلم فريق التفاوض مبادئ توديهية جديدة لمحاولة تحقيق اختراق في المفاوضات وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أن الحكومة أمرت فريق التفاوض بمواصلة المفاوضات من أجل إعادة المحتجزين وخلال الاجتماع قدم أحد المفاوضين خطة محدثة بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو اقتراحا سابقا ليلة السبت حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية والتي أشارت إلى إمكانية إحراز تقدم على صعيد المحادثات